موسيقى موسيقى أينما كنتم أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ملف اليوم ناقش فيها المحاور التالية موسيقى منع رفع الأذان في الإبراهيمي آلاف المستوطنين ينصبون خياما في الساحات والشوارع المحيطة بالحرم موسيقى بحماية من جيش الاحتلال البلدة القديمة في الخليل ترزح تحت اقتحامات المستوطنين ويترأسهم المتطرف بنكفير موسيقى 24 مستوطنة وبؤرة سيطانية تخنقوا سلفيت والمستوطنون يسيجون أراضي خاصة للمواطنين في بروقين موسيقى موسيقى إذا نبدأ في محور الخليل وما عيشته في اليومين الماضيين من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال اقتحامات ونصب خيام في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف نرحب بضيفنا من الخليل سمحت الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية مساء الخير أهلا بك سمحت الشيخ اسمح لنا أن نتابع نحن وإياك والسادة المشاهدين هذا التقرير الذي يعطينا صورة مفصلة عما عايشته محافظة الخليل وتحديدا البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي خلال اليومين الماضيين بحجة العياد اليهودية تحولت مدينة الخليل وتحديدا البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف لساحات للمستوطنين وجنود الاحتلال استبيح الحرم ودنس منع المواطنون من الدخول ومنع رفع الآذان أيضا وأغلقت المحال التجارية الاحتلال يفرض إغلاق عسكري بالكامل على البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة بحجة سبت سارة وانتهاكات صارخة من قبل المستوطنين الذين توافدوا من كل بقاع الضفة الغربية ومستوطنات الضفة الغربية إلى قلب مدينة الخليل هذه الخيام والتي نصبت بجوار الحرم هي لاستقطاب أكبر عدد من المستوطنين لإقامة حفلاتهم الصاخبة داخل الحرم وخارجه ناهيكم عن الاعتداء على المواطنين ومنازلهم وبث الرعب والخوف بين صفوفهم خاصة أثناء الليل هذا ما يسمى سبت سارة يؤثر على كل حياة السكان في البلدة القديمة وخصوصا محيط الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء وتلرميدة وحارج جابر والمناطق المحيطة بما يسمى كريات أربع تصبح هذه المناطق مناطق معزولة بالكامل عن المحيط الفلسطيني لغاية انتهاء هذا العيد وإضافة إلى ذلك اعتداءات متواصلة خلال مع انتهاء هذا اليوم على كل أهالي هذه المناطق الشوارع أغلقت وأصحاب المحال التجارية طردوا بقوة السلاح فشارع الشلالة القديم هنا أغلق لأول مرة منذ عشرات السنين وأصبح فارغا بالكامل الليلة أمس كان هناك اعتداءات على بعض العائلات الفلسطينية امتدادا من منطقة ما تسمى مستوطن كريات أربع العائلات الفلسطينية تعرضت إلى الاعتداءات ليلة أمس بالإضافة إلى العائلات الموجودة في واد النصارى وتلر ميدي وشارع الشهداء وهذا اليوم استكمالا لهذا المسلسل الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال الذي يوفر الغطاء الرسمي للمستوطنين وعربة المستوطنين قاموا بإغلاق عدة مناطق وعدة طرق ومنها هذا الشارع شارع الشلالة شارك ألاف المستوطنين بهذا العيد الذين دعوا إلى محاربة الوجود الفلسطيني وطردهم من مدينة الخليل التاريخية مهما كلف ذلك من ثمن فيما يصر المواطنون على الصمود والتمسك بالمدينة وهويتها شكرا لزميل عزمي بنات على هذا التقرير إذن نفتح النقاش مع سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي ينضم إلينا من سجهتنا في الخليل مساء الخير مرة أخرى إذن وقع صعب تعيشه محافظة الخليل وهذه المرة نتحدث بالتفصيل عن البلدة القديمة أربعمائة مستوطن يحرسهم ألف وخمسمائة جندي إسرائيلي وكل هذا الخراب والدمار في مدينة الخليل أيضا شاهدنا الخيام التي نصبت ودنست ساحة الحرم الإبراهيمي الشريف لن نتحدث عن مستوطنين الخليل فقط ولكن قدم المستوطنين من كل حدب وصوب وهنا سمحت الشيخ الحرم الإبراهيمي يدنس كل يوم وكل يوم في تصعيد من قبل المستوطنون كيف تتابعون هذا التحول الخطير بسم الله الرحمن الرحيم الواقع أن الحياة في مدينة الخليل هي صعبة للغاية وهذا التغول الاستيطاني الذي بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي عام 71 ببداية سكان مدينة الخليل كل هذا الاستيطان هو الذي جعل حياة المدينة قاسية وصعبة وتوجه هذا العمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاميرا على البلد القديمة وعلى قسم المنطقة إلى قسمين H1 و H2 كما يعبر عنه في البعد السياسي الإسرائيلي كل هذا أصبحنا نراه يصب في خالة واحدة وهي تعكير صفو الحياة للمواطنين في مدينة الخليل ورأينا بعد ذلك أيضا أن مجزرة الحرام الإبراهيم الشريف التي حصلت عام 94 في القرن الماضي أدت أيضا إلى تقسيم الحرام وتقسيم البلد وتقسيم البلدة ومدينة الخليل إلى قسمين ورأينا أن هذا كله كما قلنا يصب في خانة واحدة وهي تعكير صفو الحياة لأبناء مدينة الخليل ولم يبقى الأمر عند هذا الحج بعد المجزرة نعم وهنا مدخلتي دعنا نتوقف عند تقسيم الحرام الإبراهيمي الشريف يعني الوقع مؤلم 63% لليهود 37% للمسلمين منع الآذان أيضا مع الأعياد اليهودية وقيامهم بالتقوس التلمودية يخفت صوت الآذان ويصمت طبعا قصرا من مآذن الحرام الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وهنا أيضا هذا الموضوع يمس أمر مقدس عند المسلمين وهو الأذان وأريد أيضا أن تعاقب على منع الأذان من الحرام الإبراهيمي الشريف وتأثيره على نفسية المسلمين الواقع أنه بعد مجزرة الحرام الإبراهيمي الشريف التي اتكبها باروخ جولدشتين في ذلك الوقت أدت إلى مقتل العشرات وإلى إصابة العشرات نتج عن ذلك ما قامت بلجنة شمقار في ذلك الوقت قسمت الحرام الإبراهيمي إلى قسمين قسم مع المسلمين وقسم للأسف الشديد مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وأيضا القسم الذي يقع تحت سيطرة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أيضا هذا القسم لا يمكن الدخول إلا بموافقة إسرائيلية لأن البوابات الإلكترونية هي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية وللأسف الشديد منذ ذلك العام وحتى هذا اليوم يمنع إقامة آذان المغرب في الحرم الإبراهيمي الشيب أي أن الآذان الذي يقام في الحرم كشعائر للصلاة ولداء للصلاة لا يقام إلا في أربعة موقيت في آذان للصلاوات الأربعة دون الصلاة الخامسة وهي صلاة المغرب أي أنه منع الآذان في كل شهر بما لا يقل عن ثلاثين مرة وفي بعض الأحيين أيضا يمنع آذان الأشاء وفي كل الأعياد التي تدعيها إسرائيل أنها آياد لها ولمستوطنيها أيضا يمنع الآذان بشكل مستمر كما هو الحال في هذا اليوم الذي هو عيد لدى المستوطنين كما يقال سبت سارة وهذا للأسف الشديد الذي رأيناه أمس وأول أمس واليوم رأينا شيئا كبيرا ومتعدد الأهداف والغايات ويأتي هذا أيضا بالتزامن مع إقامة الاحتلال للمصعد الكهربائي وللحفريات المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف وهذا السبت الذي يأتي وهذا الذي يأتي هذا الذي هو كما يطلع عليه سبت سارة أيضا يحشد إليه أكبر عدد ممكن من المستوطنين الذين يقومون في مناطق الضفة الغربية يأتون من كل المواقع الاستيطانية الاحتلالية إلى مدينة الخليل وكذلك رأينا نصب الخيام والتي تقدم الطعام والشراب للمستوطنين حتى تحثهم على القيام أكبر عدد ممكن ثم رأينا في هذا اليوم التغول الكبير على المحلات التجارية وعلى المواطنين وتوجه هذا الأمر بظلم كبير وهو الاعتداء على مسجد باب الزاوية تم تحطيم أبوابه وزجاجه وهذه ظاهرة خطيرة جدا تحمل في طياتها أننا مقبلون على نقطة عصيبة ومقبلون على أيام قد تكون فيها الحياة الصعبة هذا كله يتم للأسف الشديد كما رأيناه في هذا اليوم تحت بصر ورؤية الجيش الإسرائيلي الذي يحمي هؤلاء المستوطنين في عملية تكسيرهم وتحقييمهم وتغولهم والإتيام من كل حد من الصوت ثم الاعتداء على المواطنين والاعتداء على المحل التجاري والاعتداء على المساجد والاعتداء على النساء والأطفال هذه الحالة التي رأيناها اليوم وأمس هل تنبئ بأن هناك نذير شؤما ينتظر هذه البلاد؟ دعني أسمي نذير الشؤم هذا سمحت الشيخ؟ شكلا واضح وعالني من قبل الاحتلال الإسرائيلي دعني أسميه أنها إشعال حرب دينية في فلسطين وهذا ما تم التحذير منه مرارا وتكرارا وهنا دعني أعلق يعني أديانات السماوية تحترم شعائر بعضها البعض المسلمون يحترمون شعائر أديانات الأخرى يعني كيف تعلق على انتهاك حرمة مشاعر المسلمين في معتقداتهم في شعائرهم سواء في الخليل أو في الأقصى أو في مناطق أخرى ما نوعية هؤلاء المستوطنين الذين ينكلون بأديانات الأخرى؟ نحن لا نتحدث هنا عن أديانة اليهودية ولكن نتحدث عن الصهيونية عن المستوطنين المتطرفين الذين يسمحون لأنفسهم بل يحرضون بعضهم البعض على الاعتداء على أديانة الأخرى وهنا نتحدث عن الإسلام الاعتداء على الديانة أو على الأماكن الدينية بتعبير الأذق على المسجد الأقصى وعلى الحرم الإبراهيمي الشريف هو اعتداء مستمر منذ عام 67 بدأ بحرق المسجد الأقصى عام 1969 ثم بعد ذلك أيضا تم الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل منهجي ومنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهو حرف البوصلة في المسجد الإبراهيمي الأولا الحرم الإبراهيمي مسجد خالص لا يوجد أحدا غيرنا به أي حق بالمطلق وإنما كل ما يجري هو تحت قوة العسكرة الإسرائيلية التي تمتلكها قوة عسكرية تفرض واقعا لأنها تمتلك القوة وتمتلك الإمكانيات التي جعلتها تغير الواقع الديني في الحرم الإبراهيمي الشريف وكذلك في المسجد الأقصى المبارك كذلك من قبل القوة العسكرية التي تمتلكها ورأينا أن جميع الحفريات التي تم حفرها أسفل المسجد الأقصى المبارك وحول المسجد الأقصى المبارك لم تأتي إلا برواية واحدة رواية تاريخية واحدة وهي أن المكان الذي به المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك الحرم الإبراهيمي الشريف أيضا كل الحفريات التي أقيمت والتي بذلت من قبل الاحتلال حتى يحرف البوصلة التاريخية ثم يأتي برواية أخرى تسند روايتها المسجد لم تأتي بأي دليل حتى هذه اللحظة ولن تأتي بأي دليل بالمستقبل لأن هذه المواقع معروفة تاريخيا هي مساجد وكذلك المسجد الأقصى معروف أنه مسجد لأن الله سماه مسجد ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سماه مسجد وما يقال عن وجود هيكل هو أمر لا يوجد له ليس له على أرض الواقع في ذلك الموقع مكان بالمطلق وهذا ما أثبتت الحفريات الإسرائيلية أثبتت أيضا ما نقول وكذلك في الخليل يعني هو الحرم الإبراهيمي الشريف معروف أنه مسجد منذ مئات السنين ومنذ دخول عمر بن الخطاب إلى هذه البلد فاتحا وهو مسجد يصلى به الأوقات الخمسة ولا يوجد غير المسلمين له أي حق له أي ادعاء بالمطلق وما يقال عن أمور أخرى ليس لها وجود على بكل يعني بما وينطبق مع الرواية التاريخية الصحيحة التي تروي أن هذا أدين الموقعين مسجدين لا أحد لغير المسلمين فيها حق بالمطلق وإنما يعني كما نقول وكما هو واقع أن المحاولة للتغيير والتعديل والتبديل ولفرض حالة زمانية ومكانية في المسجدين أو في المسجد الأقصى استنساق عن الحالة الموجودة في الحرم الإبراهيمي الشريف إنما هي حالة تأتي تحت أو في إطار القوة الممتلكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأماكن الدينية وهذا يسوقنا أيضا أن نقول أن العالم أصبح في سباة عميق أن المؤسسات الدينية العالمية وأن المؤسسات أيضا التراثية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي لم تحرك ساكنا ولا تلقي بالا لكي ما يحدث في المسجد الأقصى الممارك وفي الحرم الإبراهيمي الشريف بما أنك ذكرت اليونسكو دعني أعود وأذكر السادة المشاهدين بقرار اليونسكو الذي أدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي للحفاظ عليها كموروث ثقافي وإنساني طبعا هذا كان في بولندا عام 2017 أيضا بعدها تم اعتماد لجنة التراث العالمي خلال اجتماعها في البحرين أيضا قرار متعلق بالحفاظ على بلدة القدس القديمة والثانية بالحفاظ على بلدة الخليل القديمة من الانتهاكات الإسرائيلية يعني كل هذا حبر على ورق سمحت الشيخ؟ للأسف الشديد كل هذا في مواجهة الاحتلال القانون التراث العالم المجمع عليه أمميا لم تحرك حتى هذه اللحظة ساكنة منظمة اليونسكو فهذا ينذر أيضا بأننا سنتلقى ضربات متتالية في المسجدين من قبل الاحتلال الإسرائيل لأنه قد ارتكن إلى أن العالم في سبات عميق وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والربعية الدولية كلها لا تحرك ساكنة أو لا تلقي بالا لما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هناك مخالفة للاتفاقيات هناك اعتداء على الاتفاقيات لنفذ العقود والعهود والوعود تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة مستندة في ذلك إلى الصمم الذي أصاب الأذن العالمي في هذا الوقت وعلى كل المستوات لم يعد العالم يأبه ولا يحرك ساكنة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية أولا لا يستمع ثانيا قد جعل المشكلة الأوكرانية الروسية كأنها أكثر تأثيرا عالميا في هذه المرحلة من الواقع أو من القضية الفلسطينية وتبعض الزواجية المعايير في التعامل مع المسألتين نحن أيضا نقول أن المعايير تغيرت وتبدلت كذلك أيضا بكل أسف نقول أيضا أن الأمة العربية ومن خلفها الأمة الإسلامية لم تعد أيضا التأبه للواقع الفلسطيني وللحالة المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك والحالة المتعلقة بالمدينة التاريخية مدينة الخليل ولا بالحرام الإبراهيمي الشريف وكما تعلمين ويعلم أيضا العالم أجمع أن منظمة اليونسكو عندما تم تأسيسه عام 69 إنما أسست كردة فعلا على حرق المسجد الأقصى المبارك حتى تقدم الدعم والإسناد للقدس وتعطي القدس حقها في الدعم والإسناد وحفظها والمحاوض عليها والمحاوض على المسجد الأقصى المبارك لكن نقول بكل أسف كل هذا أيضا لم يعد له تأثير ولم نعد نرى حتى أي ذكرا للقدس ولا للمسجد الأقصى ولا للمقدسات ولا لفلسطين فيما يتعلق بي أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس أيضا لا يقل واقعها سوءا عن يعني في أدائها السياسي تجاه القدس وتجاه المقدسات كل ذلك طب لماذا سماحت الشيخ يعني هذا الصمت الدولي لماذا هذا الصمت الدولي لماذا لا تقوم هذه المؤسسات بدورها لماذا لا يقوم ما المفروض يعني أن يأتينا الدعم من كل هذه الفئة التي ذكرتها لماذا هذا الصمت لماذا هذا تخاذل برأيك سماحت الشيخ للأسف الشديد هناك صمت عربي غير مسبوك وتأثرنا بكل أسف نقول أنه بعد الربيع العربي أصبحت بعض الدول قد أشغلتها مشاكلها الداخلية عن المشاكل القارجية وهناك دول لم يعد لها أي تأثير بالمطلق دول تحطمت وأصابها العطب كما هو الحال في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي لبنان وفي أيضا الحالة السورية يعني وضوها أيضا صعب لكن وكذلك بعض الدول الأخرى لم يعد بمقدورها أن تتحرك لأن أيضا واقعها الاقتصادي صعب وبعض الدول لها برامج تجعل القضية الفلسطينية ليست في برامجها الأولى وإنما في البرامج المتأخرة قضية الفلسطينية في الدعم وجزء من القضية الفلسطينية في التركي من قبل العرب ومن قبل المسلمين في تعاطيهم مع الواقع المتعلق بالمسجد الأقصى وبالقدس وبالخليل وبالحرام الإبراهيم الشريف وبسائر الأراضي الفلسطينية كل فلسطين هي أرض تشابه المسجد الأقصى وإن كان المسجد الأقصى له حساسية وكل فلسطين تشابه الحرام الإبراهيم الشريف وإن كان أيضا للحرام الإبراهيم الشريف يعني شيء متعلق بالناحية الدينية والإرث التاريخي والإرث الديني الذي ورثناه نحن أيضا عن أبائنا وأجدادنا فيما يتعلق بهذين المسجدين دائما حيث البعض الديني والتاريخ سمحت الشيخ إنفلات المسوطنين وليس بتصرف عشوائي وأصبحنا جميعا نعلم أن قادة المسوطنين هم أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي ويبدو أنهم أيضا في الحكومة اليمينية المزمع تشكيلها سيكون وزراء في هذه الحكومة إذن هذا تصرف دولة هذا تصرف ممنهج وليس تصرف عشوائي ما الذي تنتظرونه من تصعيد في حال تشكيل هذه الحكومة اليمينية ابن كفير الذي يعيش في مستوطنة في الخليل ممكن أن يصبح وزير الأمن الداخلي بتسأل اسم موتريتش ممكن أن يكون وزيرا للجيش أو للمالية وهذا ينظر أيضا بسعاد جديدة أيضا مدينة الخليل التاريخية كل هذه الحكومات تبذل نفس البرنامج وتقدم نفس البرنامج للمستوطنين غاية الحكومات كلها المتعاقبة في الحكومات الاحتلال الإسرائيل التي تريد كلها أن تعطي للمستوطنين هامشا أكبر في الأراضي الفلسطينية وبالذات في الضفة الغربية حتى تسيطر على الضفة الغربية بشكل كامل وتلغي فكرة وجود دولة فلسطينية من خلال هذا البرنامج الذي تقوم عليه إسرائيل وما رأيناه في الفترة الأخيرة كما تقوم إسرائيل من خلال حماة التلال الذين يعتدون على الأراضي وعلى المواطنين ويحرقون المحاصيل وأشجار الزيتون وكل هذه الأمور التي رأينا من قبل هذه الفئات من مدعومين من قبل المستوطنين وكذلك فيما يتعلق أيضا بعملية الدعم للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وبالذات ما رأيناه اليوم وأمس في مدينة الخليل هناك دعم واضح هناك تصرف واضح أن هذه الفئة من المستوطنين لا تقوم بمثل هذه العمال إن لم تلقى الدعم والإسناد الكبير من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تتحرك من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلي ومن قبل الحكومة الإسرائيلية ولو أراد إسرائيل أن تكبح جماحهم وأن لا ينفلت من عقالهم لو وضعت لهم حدا في عملية الاعتداءات المتكررة على المواطنين لكن أقول أن هذا الأمر الذي يقوم به المستوطنين في هذه المرحلة ينذر بأننا مقبلون على نقطة ساخنة لا يمكن أن يستطيع أحد أن يتنبأ بما ستعود على الواقع في المنطقة بشكل كامل هذا يحمل في طياته سوءا كبيرا وخطرا كبيرا في المرحلة المقبلة سمحت الشيخ بقي أن أسألك لهؤلاء المستوطنين من عملية الاعتداء بقي أن أسألك يعني يحشد المسلطنين الألاف في مناسبات مختلفة وينجحون في هذا الموضوع ماذا عنا نحن كفلسطينيين كيف بالإمكان أن نحمي هذه المقدسات وأن نكون سدا منيعا لكل محاولات سيطر على مقدساتنا تثبيت خطة التقسيم الزماني والمكاني سواء للحرم الإبراهيمي أو للأقصى ما الذي ينقصنا حتى نستطيع أيضا أن نكون موجودين في الميدان الواقع نحن في المؤسسات الفلسطينية بالذات في مؤسس الرئاسة والرئاسة الوزراء والحكومة وكذلك في وزارة الأوقاف الفلسطينية التي هي من صميمة عملها تهيئة الظروف صحيح ولكن نحتاج إلى مد شعبي أيضا سمحت الشيخ دينية وبالذات الحرم الإبراهيمي الشريف أين نحن حتى أصل إلا ما أريد أن تحدث به أن نحن في وزارة الأوقاف نهيئ المناخ حتى يكون هناك أكبر عدد ممكن من الإخوة المواطنين الذين يأتون إلى الأماكن المقدس وبالذات إلى الحرم الإبراهيمي الشريف خلال الاعتبار أنه تحت السيطرة تحت سيطرة وزارة الأوقاف الفلسطينية وكذلك كما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك هناك تنسيق بيننا وبين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية حتى يتم توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمسجد الأقصى المبارك ومن الدعم الشعبي والإسناد الشعبي من قبل إخواننا في مدينة القدس وللواقع أن المواطن المقدسي قد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن المقدسات ورأينا كيف تهاوت حرب البوابات الإلكترونية أمام الصمود المقدسي للمواطن المقدسي ولذلك نسعى أن يكون بالفعل أن تكون هذه الحالة مستمرة وفيما يتعلق في الخليل نحن أيضا أنه حاولنا نفذل كل جهد المستطاع حتى يبقى الحرم الإبراهيمي الشريف مخدوما بشكل كبير ووزارة الأقصى بالتنسيق مع الحكومة قد زادت عدد الموظفين وستزيد في هذه الأيام أيضا الأعداد إلى أعداد أكبر ونسعى أن يكون العدد للموظفين بشكل مستمر كبير وكذلك نطمح أن نرى الأعداد من الإخوة المواطنين أن يأتون إلى الحرم الإبراهيم الشريف من أجل الصلاة نحن نريد للمواطن الفلسطيني والمواطن في مدينة الخليل أن يأتي إلى المسجد الإبراهيمي حتى يصلي حتى نبقي هذا المسجد على صلة بيننا وبينه وأن يبقى حاضرا في نفوسنا وحاضرا في صلواتنا وحاضرا في ذاكرتنا الفلسطينية ويجب أن لا يمحى من الذاكرة الفلسطينية أن هذا الحرم لنا وسيعود إلينا كذلك نحن أيضا هناك تعاون بيننا وبين الإخوة في بعض التجمعات مثل تجمع حماية الحرم الإبراهيم الشريف الذي يسعى دوما أن يكون له دور فاعل ومؤثر في حماية الحرم الإبراهيم الشريف وهناك دعوة دائمة من قبلنا ومن قبل حماية الحرم أن تكون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيم الشريف يوم الجمعة صلاة مميزة وبفضل الله يأتي إلى الحرم في ذلك اليوم آلاف مؤلفة من المواطنين يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيم الشريف لكن نأمل أن تكون هذه الصلاة مستمرة بشكل أكبر وبشكل أكثر نحن أيضا الآن في وزارة الأوقاف فهناك نقاش بين أركان الوزارة بالتنسيق مع أن يكون هناك ترتيب مع الإخوة في وزارة التربية والتعليم والإخوة في وزارة التعليم العالي أن تكون هناك من قبل الوزارتين اتخاذ قرار من قبل الوزارات ذات الإختصاص المتعلقة بالتربية والتعليم العالي أن يكون هناك قرار بأن يتم إلزام جميع المدارس في الضفة الغربية أن يزوروا وأن يكون من المنهج الديني زيارة الحرم الإبراهيم الشريف والاطلاع عليه والاستماع حول هذا الموقع وما له من تأثير على الواقع الديني وعلى الواقع السياسي والاجتماعي في مدينة الخلل بشكل خاص وعلى المستور فلسطيني بشكل عام كذلك وزارة التعليم العالي وهي التي تضم عشرات الآلاف من الطلاب الجامعات أن أيضا أن يأتوا إلى الحرم الإبراهيم الشريف في الخليل وكذلك إلى المسجد الأقصى المبارك حتى يكون هذا المكانين لهم ذكر في المساق الديني المتعلق في فلسطين وفي الأماكن المقدسة في فلسطين أمل أن ننجح في ذلك وأن يكون التوافد من قبل الطلبة في وزارة التربية والتعليم وبدلس التربية والتعليم وأيضا الطلبة في الجامعات الفلسطينية أن يأتوا إلى هذين المكانين وأن يطلعوا وأن يعلموا وأن يعرفوا وأن تصبح ذاكرتهم العلمية والتاريخية كبيرة وملئة بالمعلومات حول ما هو متعلق بالمزيد والحرم الإبراهيمي والمزيد الأقصى المبارك شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية كنت معنا من استجهاتنا في الخليل محورنا أثاني مشاهدين عن محافظة السلفيت التي تقنقها 24 مستوطنة وبؤرة استطانية وبرقين بالتحديد التي حاول المستوطنين فيها بتسجيج أراضي المواطنين الزراعية والزحف تجاه مصادرة أراضي إضافية نتابع هذا التقرير ونكون مع ضيفنا كلمات الحاجة من وتخرج من قلب يحترق على أرض أضحت رهن المصادرة حيث استباح المستوطنون منطقة الخلائل شمال غرب بروقين وذلك توطئة الاستيطان ليس بجديد في تلك المنطقة هذه أرض بدنا أن الشعب يحمل أرض هذه بدنا نحمي وطننا بدنا نحمي الأراضي هذه لفت عليها من الصبح لها الكيتي وإحنا فرعوا فخوف هذه مواش عيشة مواش حياة لولا هاي جاي يختار وجاي الجيش وللمستوطنين جاي نعضار ابن شريف وجيت أرمح زي الغرفة موتت من الخوف أقول يما الدار الأرضيات أشتراهم مشترا هذول الأرضيات مشترا أشتراهم حد دم كلبه والله يا الله بعلم في حالته تشيب مشاريع الاحتلال الاستيطانية على أراضي بلدة بروقين والقرى المحيطة بها باتت تشكل خطرا ديمقرافيا يهدد النسيج الجغرافي للمحافظة حيث يتغول الاستيطان ولا يتوقف عن التوسع في مختلف المناطق أنا اليوم الصبح المستوطنين جايين ودخلوا على الأرض وهي الأرض حتى تحت الشارع وبين الزيطون يعني كريبة على الدور على الشارع الرئيسي بين بروقين كفرديك وهي الأرض يعني زي ما أنتوا شايفين أنا كنت مستصلحها كبير سنتين استصلحت عساس أن أزرعه خلال استصلاحي لها أجون الجيش وأجون المستوطنين والأمن أكثر من مرة وشو بتعمل وبدأ كتبني وبدأ كتزرع زيطون كنت رأي زرع زيطون من زرعتين واتفجأنا اليوم هم جايين حاطين عليها شيك وملينا أعلام ولا اطلع على الجيش طلعنا عليهم هسا اطردونا ضمن عملية ممنهجة ومخططة يواصل الاحتلال ومستوطنوه إجراءاتهم واعتداتهم التعسفية بحق المواطنين للاستيلاء على أراضيهم وما يجري على أراضي بروقين وكفرديك يعكس مدى غطرستهم وتماديهم في عدوانهم سياسة حكومة الاحتلال نجدها أفعالا عدوانية هنا وما يجري من قرصنة للأرض وسلب لها ما هو إلا جزء من مخطط استيطاني يهدف إلى عز المحافظة عن محيطها والسيطرة عليها من أراضي بلدة بروقين محمد اشتاية تلفزيون فلسطين شكرا لزميل محمد اشتاية على هذا التقرير نرحب ضيفنا من سلفيت نصفة الخفش رئيس مجلس الخدمات المشترك بمحافظة سلفيت وسائل خير وأهلا بك ضيفنا الكريم إذن الاستيطان يأكل أراضي سلفيت بداية من العام 1975 ويرى خبراء أنها المحافظة الثانية بعد القدس الأكثر ازهدافا من قبل الاستيطان سؤال مباشر لك ما الذي يريده الاحتلال والمسلطنيه من سلفيت أولا مساء الخير لك ولكل المشاهدين ما يقوم به الاحتلال في محافظة سلفيت وكما هو الحال في باقي محافظات الوطن على كافة الأراضي الفلسطينية من عربدة وسلب للأراضي ونهب لهذه الأراضي من أجل السيطرة عليها لتنفيذ مخططاتهم الصهيونية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وكافة مكوناتها ولتهجير الشعب الفلسطيني ومحافظة سلفيت بشكل خاص مستهدفة بشكل كبير وهناك من خلال تكثيف الاستيطان الذي أقامه هذا الاحتلال العنصري على الأراضي محافظة سلفيت حيث أن عدد المستوطنات يفوق وصل إلى 24 مستوطنة أكثر من عدد الكرة والمدن في محافظة سلفيت لأسباب كثيرة وعديدة أولا بسبب الموقع الجغرافي لمحافظة سلفيت التي تفصل ما بين الشمال وجنوب محافظات الوطن ومن أجل السيطرة على أكبر حوض مائي موجود في أراضي محافظة سلفيت ومن أجل منع قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا لذلك نجد هذه الكثافة الاستيطانية الموجودة على أراضي محافظة سلفيت وخاصة في الجبال وفي السهول والوديان عدا عن ذلك هذه الحكومة العنصرية التي فازت بالانتخابات والحكومات المتعاقبة السابقة التي كانت موجودة على رأس الحكم لدى هذا الكيان العنصري يقوم على سياسة الاستيطان ودعم المستوطنين وغطرستهم وفي محافظة سلفيت بشكل خاص هناك غطرسة وزارة لهؤلاء المستوطنين المدعومة والمحمية من قوات جيش الاحتلال الصهيوني المدجج بالسلاح لمواجهة المواطنين العزل وإرهابهم والسيطرة على أراضيهم وهدم البيوت وقتل أبنائنا وشبابنا الذين كثيرا منهم ارتقوا شهداء نتيجة تمسكهم بأرضهم وعدم ونتيجة مواجهتهم لهذا الاحتلال الغاشم وقطعان المستوطنين وأيضا عدا عن الإغلاقات اليومية المستمرة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني وقراه وبلداته وتقطيع واسر التواصل الجغرافي ما بين بلدات محافظة سلفيت طيب أستاذ نصفة من يتابع تحركات المستوطنين يستطيع أن يلاحظ بشكل واضح تغير نمط تصرفات المستوطنين كانوا ينزلون في الليل يخطون عبارات عنصرية يحرقون المركبات الآن اختلف الوضع ينزلون في النهار مدججين بالسلاح يستهدفون أراضي المواطنين يستهدفون المواطن نفسه موجودين حتى بالشوارع موجودين في كل مكان منظمين إلى ماذا تعزو هذا الاختلاف في النمط الاستيطاني الشامل إذا صحت التسمية سياسة هذا الكيان العنصرية الاحتلال الصهيوني لم تتغير وهناك تبادل للأدوار ما بين المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي وحكومته العنصرية من خلال توزيع الأدوار ما يقوم به المستوطنين هي سياسة مرسومة ومنظمة من قبل رأس الهرم لديهم لترهيب شعبنا لتخويفه حتى يهجر أرضه ويتركها نعم كانوا يدخلون إلى القرى الفلسطينية ويخطون الشعارات ويحرقون السيارات ويعتدون على البيوت تحت جنح الظلام ولكنهم مدعومون ومحميون من قوات الاحتلال العنصري وجيشهم الذي يوفر لهم الأمن ولم يجرؤوا أن يقوموا بهذه الأعمال دون أن تكون هناك حماية كافية لهم إلا أن هذه العربدة وهذا التصرف أصبحت الآن علنا وعلى رؤوس الأشهاد ما نلاحظه من تجمعات لهؤلاء المستوطنين وتكسير السيارات والاعتداء على المواطنين وتكسير الأشجار وخلعها ومهاجمة البيوت وحرق البيوت أو السيارات أصبح علنا وتحت نظر جيش الاحتلال الصهيوني الذي يوفر لهم الحماية من أبناء شعبنا الذين يحاولون ويقومون بالتصدي لهذه الأعمال الارهابية هذا لم يكن بشيء الجديد ولا نتوقع أسوأ من ذلك من قطعات المستوطنين حاليا بسبب أن أصبح الدم الفلسطيني هو الذي يوصل هؤلاء قيادة هذا الاحتلال إلى سدة الحكوم وقصبح المستوطنين هم الذين يتحكمون هؤلاء المستوطنين معبئين أيديولوجيا هم الذين يتحكمون إذا سمحت لي هؤلاء المستوطنين معبئون أيديولوجيا ولديهم امتيازات هائلة حتى يقوموا بهذه العمال العدوانية وسيطر على أراضينا سواء في سلفيت أو في غيرها وهناك حركات بذاتها تنشط في أماكن معينة في سلفيت مثلا هناك حركة باسم نحلاوة تقف خلفها امرأة ثمانينية تدعى دانيلا فيس وهي من مؤسسي ومراسخي فكرة الاستيطان في الضفة وأيضا هي تتبع لحركة جوش إمونيم الصيونية الدنيا المتطرفة يعني على ماذا يدلل كل هذا الدعم لهؤلاء المستوطنين من حركات بعينها يتلقوا الدعم المادي ويتلقوا أيضا التعبئة الايدولوجية نعم الدعم المادي والعسكري والتغطية السياسية لهؤلاء الحركات لهذه الحركات ولهؤلاء المستوطنين الذين يعربلون موجودة من قبل كافة القيادة السياسية التي تحكم حاليا دولة الكيان لأن أصبح هؤلاء المستوطنين من خلال المد والانتشار الكبير لهم أصبحوا هم الذين يتحكمون بسياسة هذا الاحتلال وهم أصبحوا يتحكمون بصندوق الانتخابات من خلال ما لحظناه في الانتخابات الأخيرة لهذا الكيان أن هذا الكيان يتجه نحو التطرف ونحو سياسة الإرهاب ولا يحكمهم سوى إرهابيون يقومون ويصلون إلى سدة الحكم لدى هذا الكيان على الدم الفلسطيني ويتسابقون من يقتل أكثر ومن يصادر أراضي فلسطينية أكثر ومن ينكل بنا كشعب فلسطيني أكثر هو من يصل إلى سدة الحكم وأصبح هؤلاء المستوطنين يشكلون شبكة أمان لهم لوصولهم إلى الكنيسة ليتحكموا أكثر وأكثر بشعبنا الفلسطيني الأيدولوجية التي يتم تربيتهم عليها من خلال الكهنة ومن خلال المدارس الدينية ومدارسهم التي يتلقون التعليم بها وهي مدارس تقوم على العنصرية وعلى الكره للعرب والمسلمين ويقوم بتغذية هؤلاء من خلال هؤلاء الشباب والأطفال ليكونوا أكثر كرهن للفلسطينيين لذلك نجدهم يقوموا بهذه التصرفات كونهم يشعرون بالأمان وبالحماية من قبل قوات الاحتلال العنصري الصهيوني وجيش الاحتلال ويستمرون بهذه الأعمال حتى يصلوا لبراصب عليا في داخل هذه الحكومة العنصرية ليضمنوا لهم مستقبل هو ليس أدل على ذلك ضيف الكريم الاتصاق الذي وقعه نتنياهو مع بنكفير بشرعنة حوالي ستين بقرة استيطانية إرضاء له خلال الستين يوم الأولى من تاريخ بدء الحكومة الإسرائيلية الجديدة وزيادة نفوذ المستوطين ليس أدل من ذلك دعنا ننتقل إلى نقطة هي مناطق نفوذ المستوطنات ودعنا نوضحها لسادة المشاهدين مناطق نفوذ المستوطنات تسيطر على مساحات تصل أحيانا إلى مساحات تعادل مساحة المستوطنة نفسها وهذا يعني الاستلاء على المزيد والمزيد من أراضي المواطنين يعني ما الذي يريد الاحتلال من ما تسمى بمناطق نفوذ المستوطنات وكيف تشكل حجر أساس في المقامة على أراضي محافظة سلفيت ومنطقة النفوذ الذي يتحدث عنها هذا الاحتلال للمستعمرة هي توفير ما يزيد عن 200 متر أو 150 متر هوائي لحماية أمن المستعمرة وهي تكون مقدمة لمصادر عندما نتحدث عن 200 متر أو 150 متر هوائي يعني نتحدث عن آلاف الدنومات من الأراضي التي تكون مستقبلاً لتوسعة هذه المستعمرات وتكون من ثم بعد ذلك عندما يقوم بالتوسعة في المنطقة النفوذة التي أعلن عنها في البداية هناك منطقة نفوذ ثانية وثالثة حتى يكون هناك السيطرة على مساعحات شاسعة وكبيرة جداً من الأراضي الفلسطينية التي يملكها الفلسطينيين والمزارع الفلسطيني يهدف إلى مصادرة كل شبر من أراضينا حتى لا يكون هناك لنا أراضي نستطيع أن نعتاش منها حيث أن محافظة سلفيت محافظة زراعية وتقوم على مزروعة وكما هو معروف للجميع هي محافظة الزيتون بأشجار الزيتون ويعتبر الزيتون هو مصدر الرزق الأساسي لمزارعنا وليبناء محافظة سلفيت فمناطق النفوذ ومناطق هذه المستعمرات التي يقام عليها يتم تدمير مئات آلاف أشجار الزيتون التي من أجل تحويل المزارع الفلسطيني من منتج إلى عامل داخل الأراضي المحتلة عام 48 وهذه سياسة تنتهجها هذا الاحتلال العنصري من أجل الضغط على الفلسطيني وعلى أبناء شعبنا وأبناء محافظة سلفيت اسمح لي بالأرقام وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في نهاية أذار 2020 بلغت منصحة مناطق نفوذ المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل عام نحو 542 كم وتمثل منسبة حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية والمساحات المصادرة لأغراض العسكرية ومواقع التدريب حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية الجدار أيضا عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية ماذا تبقى لدينا مع كل هذه الأرقام الصعبة؟ يعني الأرقام تتحدث وتعطينا الدلائل والمؤسرات الواضحة بأن هذا الاحتلال لا يريد أن يلتزم بأي اتفاقيات ولا يريد أن يكون هناك دولة فلسطينية أو أراضي فلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هذا الاحتلال يريد أن يسيطر حتى على بقية الأراضي الضفة الغربية ويعزل الفلسطينيين في أماكن سكنهم بكنتونات مغلقة ومسيطر عليها وتعيز تحت رحمة الاحتلال العنصري سواء بالقروج أو الدخول إلى هذه الأماكن والبلدات والقرى ويريد أن يجعل حياة الفلسطيني في داخل قرىهم وبلداتهم ويريد أن يهدموا من خلال الإختارات التي وصل عددها إلى عدد كبير جدا من الإختارات التي تم توزيحها في الفترة الأخيرة من داخل بلدات وقرى محافظة سلفيت بحجة أنها مبنية في أراضي جيم رغم أنها تقع داخل الكرى والبلدات الفلسطينية هذا الاحتلال لا يعرف سوى سياسة المصادرة بأن سلفيت هي شرفة تل أبيب وليبرمن قال بأن الشريط الاستيطاني من مستوطنة أريال وحتى مستوطنة روش عين سيتم ضموا لإسرائيل في الحل النهائي ماذا تستشف من تصريحات أساس الإسرائيليين ونتنياهو سيشكل الحكومة الجديدة هذا معناه مزيد من الاستيطان مزيد من مصادرة الأراضي وماذا نحن فاعلون في المقابل أنا لا أميز بين أي حكومة من حكومات الاحتلال ولم أكن في يوم من الأيام أن أراهن على حكومة أنها ستعطي الشعب الفلسطيني حقوقه من حكومات الاحتلال هذه الحكومات تتسابق على من يريد أن يخدم هذا الكيان ومن يريد أن يحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم ما يقوم به نتنياهو من تصريحات واتفاقياته الأخيرة لتشكيل حكومته التي سيعلن عنها قريبا هي حكومة تخدم الاستيطان والمستوطنين والمتطرفين أعلن أكثر من مرة وهناك حكومة وشارون أعلن بأنه سيقوم بضم مستعمرة أرائيل ومنطقة السلفيت لهذا الكيان لكن ما يريد أن يطبق نتنياهو حاليا أنه يجد الأغلبية العظمى ومن أجل تنفيذ ما يعلن عنه لأنه وعد المستوطنين الذين قاموا بانتقابه بأنه سيقوم بتنفيذ كل ما وعده وكل ما يريدوه من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعلى ما أعتقد بأن نتنياهو سيتوجه بتنفيذ وعوداته لجمهور ناخبيه من المستوطنين حتى يضمن استمرار وجود حكومته وتحالفه مع هؤلاء المستوطنين والمتطرفين الذين أصبحوا يتحكمون بهذا الكيان وتحكمهم كما أستفت سابقا ووجودهم في هذه الحكومة واستمراريته مربوط بمدى تنفيذهم للقمع ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وتحويل حياتنا إلى جحيم نتنياهو يريد أن يثبت أنه لهؤلاء المتطرفين وابن غفير وغيره من الحركات الصهيونية التي فازت في الانتخابات الأخيرة بأنه متطرف أكثر منهم غاية نتنياهو والمتطرفين الذين يريد تشكيل الحكومة معهم واضحة سؤالي ماذا نستطيع أن نفعل؟ كل هذه الحقائق موجودة حكومة متطرفة ستأتي كيف سيتم مواجهة ذلك؟ هذا سؤال يجب أن يوجه للجميع الفلسطيني من رأس الهرم حتى أصغر مواطن فلسطيني ماذا علينا أن نعمل؟ علينا أن يكون هناك تصعيد المقاومة المقاومة الشعبية والالتفاف الجماهيري لمواجهة هذه السياسة العنصرية التي تستهدف الإنسان والشجر والحجر وتستهدف كياننا ووجودنا علينا أن نقدم الدعم لمزارعنا أن نتوحد أن ننهي الانقسام أن نكون موحدين في مواجهة هذه الحكومة المتطرفة وسياستها المعلنة التي تريد أن تنهي الوجود الفلسطيني علينا أن نكون موحدين في الميدان حتى نتصدى لهؤلاء المتطرفين وغطستهم عندما نكون موحدين ولدينا القوة الكافية نستطيع أن نوقف هذا الزحف الاستيطاني والسياسة العنصرية أن نتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وأن يكون هناك حزم في توجهنا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة هذا الكيان ومقاطعته وأن نفعل المقاطعة ضد هذا الكيان وعزله دوليا لأنه يخرج حقوق الإنسان ويقوم بكافة الممارسات التي تكون ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان ليتم عزله وطرده من كافة الهيئات والمنظمات الدولية ووقف التطبيع معاه وخاصة رسالتنا إلى الدول العربية التي تتهافت نحو التطبيع مع هذا الكيان أن يكون موقفهم واضح من عملية التطبيع وأن يقطعوا أي علاقة مع هذا الكيان وأن تكون العلاقة هي علاقة العداء وعلاقة مقاطعته حتى في داخل المحافر الدولية شكرا جزيلا لك نصفة الخفش رئيس مجلس الخدمات المشترك بمحافظة سلفيت شكرا موصول لكم مشاهدينا في أمان الله شكرا لكم من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة